مؤسسة وسط المملكة تحول اليوم ضيفا على ملتقى المؤسسة الدبلوماسية أمام الصفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب شكل لقاء مناسبة للسعرات التجربة المغربية في المجال الحقوقي وضمان أليات الدفاع عن الحكامة الجيدة في علاقة الإدارة بالمرتفقين عبدالنجيد حلوي وياسير مرافق من مكتب للشكايات إلى ديوان المظالم ثم وسط المملكة عام 2011 كمؤسسة دستورية وسط المملكة يحل النزاعات بين الإدارة والمرتفقين سواء كانوا مغاربة أو أجانب ولا يتدخل إذا كان النزاع معروضا على القضاء أو سبق للقضاء البث فيه ركمت المؤسسة مجموعة من النجاحات أهم النجاحات التي يمكننا تحتعليها أولا ما حققناه في دبط ودعم التواصل الفعال بين المرتفق بين المواطني وما بين الإدارة هذه نجاحات نعتبرها نجاحات مهمة جدا من بين النجاحات أيضا ما حققناه في إطار العمل الدولي المشترك من خلال ترأسنا المجموعة الفرنكوفونية للأمبوتمانات من خلال عضويتنا في جمعيات أخرى دولية ومن خلال أيضا ما حققناه في مجال الدفاع عن الحقوق بصفة عامة وسيط المملكة يصدر توصيات للإدارة وقرارات للمواطنين ما يصدر عنه له إلزام معنوي دستوري والديمقراطي تتحدث دراسات عن نسبة 41% من التوصيات التي تنفذ وهي نسبة قيل إنها مرتفعة مقارنة مع دول أخرى مؤسسة وسيط المملكة هي مؤسسة جيدة بالنسبة للمغرب تبرز تقدما في المجال الديمقراطي وفي بناء دولة الحق والقانون فهي تمكن المواطنين من لجوء إليها قصد خلق نوع من التواصل مع الإدارة أمام المواطن إما اللجوء إلى القضاء الإداري أو إلى وسيط المملكة عندما يتم التوجه إلى وسيط المملكة يتم تخفيف العب عن القضاء بوسائل حديثة تحفظ الودة والانسجام والثقة بين الإدارة والمرتفقين ترجمة نانسي قنقر